بعيداً عن صخب المدينة وبخطاً ثابتة اعتدى الحج هاشم فرج أحد فلاحي قرية برنشت إحدى قرى محافظة الجيزة على الالتقاء بالمزارعين هنا هذه الجلسة التي ألفوها لتجاذب أطراف الحديث في الأمور العامة لكن هذه المرة يشغل حديثهم انتخابات مجلس الشيوخ المصري والمزمع عقده الأسبوع الجاري يومي الثلاثاء الحادي عشر من أغسطس والأربعاء الثاني عشر من أغسطس إن شاء الله هشارك ونفوت على المنازل ونفوت على الغطار نبعة الفلاحين طبعاً إيه تشارك لأن الاشتراك في الدولة بيوري الدول الأفريقية والأوروبية أن في مصر وطبعاً الناس بنوعيها بنقولهم هات الراجل المناسب في المكان المناسب ليه عشان دولاً هيعملوا تنمية واكتصاد للبلد وعايزين مصر تبقى أحسن بلد والله احنا بنتكلم في مجلس الشيوخ إن شاء الله اللي هو هم حداشر واثناشر اللي هو الثلاث والأربع وطبعاً هنفوت عليهم في البيوت نطلع حموه واللي في الغطار يروح المقار الانتخابي ينتخبوا وعايزين يبقى حاجة جامد عشان نورد الدول الأوروبية والأفريقية أن في مصر وفي انتخابات نازية احنا عايزين الراجل الصالح اللي هو يصلح هننتخبه وإحنا هننتخب عشان إيه؟ احنا ننتخب نجيب راجل صالح ينفعنا ينفع الفلاحين وينفع الشعب كليته الموطنين هننشاء الله هننصح الموطنين كله وننصح الفلاحين اللي هم مثلاً بيقولك إيه يعني الانتخاب لأ هندعيهم ينزلوا الانتخاب إن شاء الله التلاتة والأربعة هننزل إن شاء الله ونشارك ولازم نشارك لأن صوتنا أمانة ولازم أن الناس كلها تنزل وتشارك وتختار الرجل المناسب في المكان المناسب لأن الناس ديت هي اللي هتنهت بالبلد الناس ديات الجنازلين ان هما يعملوا سياسات ويعملوا اقتصاد للبلد ولازم ان نقف جريهم ونختار الناس المناسبة عشان البلد تنهض وترفع لفوق ان شاء الله وتبقى احسن بلد في الدنيا انصحوا ان هما ينزلوا شاركوا واي واحد صاحبهم مش عاوزين ينزلوا يقنعون هو ينزلوا يشارك وراجل الكبير اللي مش قادر يعني يقول له اتصرف وروح هناك على قد ما تقدر ودد صوتك للرجل المناسب عشان الناس ديات هما اللي ينضب البلد والناس ديات يعني نقف وراهم ان احنا ربنا يكرمنا ونتقدم لقدها صادفنا في طريقنا عبدالظاهر محمد يقوم برعاية محصوله واكد لنا اهمية التصويت والاختيار الامثل للمرشحين انا عاوزين لهم اغزل اللي انتخبوا يعني يبصر الفلاحين شوية يوليهم بس مش اكتر وانحنا عم صوتنا هنديه للي استحقهم بس مش اكتر والله الناس كلها عم تنزل وتنتخب عمد الصوت دي امانة والناس تنزل وتديه للي استحقوا بقى يعني ايه كل واحد حر بقى ينتخب مثلا ايه فلان او فلان بحرية بس دي عم الشيء كل واحد ينزل يدي الصوت والصوته امانة كثير من مزارع القرية يرى ان المشاركة الايجابية بالانتخابات حق دستوري وواجب وطني كما يرون ان جمهور الفلاحين لهم دور بارز وايجابي بالاستحقاقات الانتخابية المختلفة التي شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة لخلق حالة من الاستقرار ولمستقبل افضل لابنائهم كل ينزل يشارك ده حاجة لمصلحتنا احنا الاول قبل مصلحت الناس كله الشباب اللي هو من سننا احنا كده والشباب المزارع برضو كل ينزل ويشارك حاجة لمصلحتنا احنا ونختار الرجل الصح اللي هيقف معنا تشهد مصر خلال يومي الثلاثاء الحادي عشر من اغسطس والاربعاء الثاني عشر من اغسطس استحقاقا انتخابيا جديدا وهو انتخابات مجلس اشيوخ المصري وتأتي اهمية المشاركة الايجابية بالنزول بالنسبة للمواطنين خاصة المزارعين والذين يمثلون كتلة تصوطية كبيرة احمد سعيد مصر الزراعية